بسم الله الرحمن الرحيم بشمهندس باسم يشام معاكم ان شاء الله النهاردة هنبدأ الفيديو السابع في كورس ويفنا المرة اللي فاتت عند عند امرين مهمين جدا تريمو اكستند النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي امر افست يقدر يكرر لي الخطوط فانا مسلا دلوقتي لو انا عندي خط وعايز اعمل لي افست يعني عايز اخلي الخط ده متكرر هعمل ايه بدل ما تختار الخط وتعمل الدايمينشن نفس الدايمينشن والكلام ده كله السلط بيسهل عليك وبيقول لك والله احنا فيه امر اسمه افست الامر ده بيخليك تكرر الخطوط احنا عندنا خط اهو هنيجي نختار افست تمام نغي الكلام ده كله هيجي يقول لك انا هعمل افست للخط ده على بعد عشرة ملي في الاتجاه ده لو فعلا انت عايزه في الاتجاه ده فهتدوس صح مش عايزه في الاتجاه ده عايزه في الاتجاه العكس هتدوس على كلمة اللي موجودة هنا كده هيعمل لك الشكل الناحية التانية هيعمل لك الخط الناحية التانية طيب ماشي معناها ايه؟ معناها انا عايزة في الاتجاهين يعني مسلا لو جيت عملت على ده صح هيعمل لك في الاتجاهين خطين للخط ده تمام؟ والخط ده في النص تمام؟ يعني ايه معناها ان انا خلي خلي الخط ده بعد ما الكاب اند الكاب اند ده معناها انه هو بيقول لك انت عايز تعمل كاب عايز تعمل كاب للخطين اللي انت عملتهم دول بشكل ارك ولا بشكل لاين لا انا عايزهم بشكل لاين فيقفل لك الخطين دول بلاين تمام؟ وهتيجي تدوس اوكين ده اول حاجة طبعا لو كنت دوست كان هيخليه الخط ده يعني تيجي تجرب كده معي نختار برضو نفس الكلام وهنيجي هنا مش نغير اي حاجة غير تمام؟ ودوس صح خلال لك اللي انت كنت عامله ده تمام؟ امر بيتعمل للخط وبيتعمل للدايرة نفس الكلام برضو هتيجي انا عايز اعمل دايرة كمان في النص هنيجي نختار ونختار الدايرة هيعمل لي دايرتين ليه؟ لان انت حق دايس معلم على لا انا عايزة في اتجاه واحد بس طب انت عايزة في الاتجاه ده عايزة في الاتجاه برا الدايرة اللي انت كنت عاملها ولا عاملها ولا عايزة جوة الدايرة لو عايزة جوة الدايرة تيجي تختار هيعمل لك هيعمل لك دايرة كمان بس جوة الدايرة الاولانية في الاتجاه العكسي تمام؟ انا عرفناها سلكتت شين هنعرفها دلوقتي في المستطيع تمام؟ وندوس صح ليه؟ لان انا كنت دايس make best construction فالدائرة اللي انا رسمها في الاول هيخليها construction line هنيجي هنا المستطيل انا عايز اعمل نفس المستطيل هنيجي نختار امره offset ونختار اول line فيه فهيقول لك انا هعمل offset لل line ده على بعض 10 ملي في الاتجاه ده طب انت عايزها في الاتجاه لا الاتجاه ده لا انا عايزها من برا هتيجي تختار reverse هيعمل لك نفس الخط ده على بعض 10 ملي خط كمان تمام انت عايزه لا انا عايز اعمل خط ويكون يعني مش عايز ارسم بقى لكل خط انا عايز اعمل مرة واحدة لخط وهو يعمل للشكل كله وعشان كده بقول لك من هنا تيجي تختار خلاص هو خد الخط هو هيعمل بقى للخط ده ويكمل لك الشكل بتاعك على بعض 10 ملي زي ما انت محدد الشكل انت مش عايز لا انا مش عايزه وهندوس صح وبكده هيبقى امر افسد خلص الفيديو ده هيكون مراجعة مراجعة شاملة وهننفذ فيه بارد ومن خلال البارد اللي احنا هننفذه هننفذ امر افسد برضو بالمرة فاحنا لكل الناس بقى تركز معايا كده في الفيديو ده الفيديو ده هيكون لا من معظم الفيديوهات اللي فاتت اول حاجة احنا قلنا عشان نبدأ رسمة جديدة دخلنا نيو دوكيومنت ودوسنا بارد ودخلنا عايزين نرسم هنرسم مسلا في الطوب بلين هنيجي على الطوب بلين وندوس كليك شمال ماشي هتطلع لي ويندوز صغيرة اختار سكتش خلاص انا كده برسم وكل اللي انا عايز ارسمه النهاردة عايز ارسم اللينك ده اللينك بتاع الرود ده انا عايز ارسمه ده طبعا زي ما انتم عارفين ده الكونيكتين جرود ده الكونيكتين جرود بتاعي انا عايز ارسم اللينك ده كده كله انا عايز ارسمه هنرسمه ازاي على برنامج السولد طبعا من غير الحفر دي هنعرف نرسمها ازاي بعدين انا كل اللي انا عايز ارسمه مجرد بس رسمة دي للشكل ده كده هاكوا معايا كده ونقول هنعمل حاجة زي كده ازاي طبعا امسط حاجة عشان نبدأ ننفذ حاجة زي كده طبعا متكونة من دايرتين فهنرسم دايرة ادي اول حاجة هنا هنختار سيركل متحددة بالسنتر لاين ونقطع على المحيط وندوس ونخلي الدايرة بتاعتنا ماشي الكتر بتاعها عشرين مسلا ادي الكتر بتاعها عشرين تمام انا كده عملت اول دايرة عايز اعمل دايرة الناحية التانية هرسم دايرة الناحية التانية بكل بساطة جدا هيجي اختار الدايرة واختار ان انا ارسم دايرة الناحية التانية رسمت الدايرة طب انا كنت عايز الدايرة دي زي الدايرة دي اعمل ايه ببساطة جدا قلتلك تقدر تديف علاقة بين اي شكلين ان انت تختار الاول وتيجي تختار التاني وانت دايس كنترول من الكيبورد عندك وهتلاقي الريليشن اللي انت ممكن تضيفه على الدايرتين من ضمن الحاجات دي طبعا احنا قلنا التانجينت وقلنا الكونسنتريك وانحنا اللي احنا عايزينه دلوقتي الاكوال الدايرتين دول يكونوا نفس الكتر هندوس اكوال قريدي على طول الدايرة دي هتبقى كترها عشرين ليه لان انا محدد دايرة منهم قال ان الدايرة دي بعشرين فهو خلاص الناحية التانية هيخلي لي الدايرة دي بعشرين طب في حاجة كمان يا بس انت مش اخذ بالك منها الدايرة دي نزلة عن الدايرة دي يعني مش نفس لو انا عدت بسنتر لاين كده مش هيعد على مركز الدايرة التانية طب اعمل ايه طب مبساطة جدا انت ما اضيف علاقة بين النقطة دي والنقطة دي عايز واحد مركز معايا يقول لي ايه العلاقة اللي هضيفها هنا بالزبط كده علاقة الهوروزونت هاجه ادوس على النقطة دي وادوس على النقطة دي وانا دايس كنترول واختار من الريليشن اختار هبص هلاقيهم فعلا خلاص هما الاتنين بقى على سوى واحد تمام انا كده عملت الدايرتين عايز اعمل دلوقتي خطين نفس الشكل اهو عشان نبقى شايفين انا عملت الدايرتين اهو عايز خط من هنا وخط من هنا تمام نعمله ازاي الكلام ده بكل بساطة ندوس ونختار مسلا هنا كده نقف هنا طبعا الحاجات دي كلها بتبقى محسوبة مش مش مكتوبة وخلاء يعني مش بنرسم وخلاص احنا بس بنرسم رسم كروكي عشان اعلمكم اوامر بس مش اكتب انا عملت اللاين انا عايز اعمل الناحية التانية ممكن اختار من فوق من هنا وارسمه زي نفس الكلام ده ولا في امر تاني بس ان بيسايل علينا اه في امر تاني الامر ده هو اسم هتيجي حضرتك انت عايز ترسم الخط الناحية التانية بنفس الطول ده بنفس البعد بنفس كل حاجة تعمل ايه اول حاجة هنعمل سنتر لاين كده بين ده وده تيجي تختار امر افست فين امر افست امر افست امر افست هيقولك انت عايز تعمل افست لايه اول حاجة بها هندوس كليك على الايه على الخط هو لو جينا عند الافست هتبص تلاقيه بيقولك ان انا هعمل افست يعني هبعد هعمل نفس الخط ده على مسافة عشرة ميلي تمام انت عايزه في الاتجاه ده ولا عايزه في الاتجاه العكسي لو عايزه في الاتجاه العكسي هتدوس ريفيرس هيعملك بريفيو للشكل ويقولك انا اه لو عملت الخط ده الناحية التانية هيبقى شكله كده تمام بس انا عايزه جوه فعلا فهلغي الكلام ده تاني حاجة بيقولك باي دايريكشنال باي دايريكشنال يعني في الاتجاهين يعني لو حضرتك كده عملت على دي صح هيعملك في الناحيتين على بعد عشرة ميلي من الخط ده هيعملك خط تحت وخط فوق نفس طول الخط ده بالزبط تمام ادي كده بس انا مش عايزه باي دايريكشن بس انا مش عايز كل ده انا عايز البعد ده يكون عند النفس عند عند المسافة الناحية التانية برضه فمحتاج ان انا نضيف كمان عشرة عشان يبقى الناحية التانية يبقى يمس الدايرة من الناحية التانية فهزود كمان عشرة فهشيل البعد ده واخليه 20 ميلي خلاص كده هو عملي بروفيو للشكل وبيقول انه هيحصل هيعمل خط كمان هيمس الدايرة الناحية التانية على بعد 20 ميلي من الخط ده وادوص صح خلاص هو كده عملي الخط وكده انا عملت اول واحدة اول شكل طيب ماشي فيه طريقة تانية بس منقدر نعمل بها حاجة زي كده او انا انا بقول دلوقتي الافكار الطرق اللي احنا ممكن نعمل بها حاجة زي كده تمام واحد تاني مسلا يقول لي طب ماشي طب انا بدل ما اعمل كل الكلام ده طب انا عندي امر هنا فوق اللي هو ممكن بسهولة جدا اجا اختار من هنا ماشي اول شكل اللي هو بتحدد بتلات نقط واختار نقطة هنا ونقطة هنا على الاستقامة واحدة وابعد اللي هو الكتر اللي ايه اللي هو العشرين بتاعي تحدد الكتر ازاي هتيجي تختار دايمين عايز دلوقتي انا اقيس نص الكتر فقطر نص الكتر دلوقتي انا عايزه كم عايزه عشر لان الكتر فوق انا عشرين لا انا عايز الكتر بس عشر تمام طب انا دلوقتي عايز اكمل الدايرة اعمل ايه طيب بسهولة جدا احنا اخدنا امر هنيجي نختار الارك ونشوف احنا نرسمها ازاي اه احنا عايزين نرسمها بمعرفة تلات نقطة نقطة في المركز ونقطتين تانين اختار النقطة دي في المركز ماشي ونقطة هي النقطة التانية واده النقطة التالتة تمام نفس الكلام الناحية التانية اختار نقطة المركز واده النقطة التانية واده النقطة التالتة كده خلصنا نفس الرسمة بالزبط بس بطريقة تانية وتعلمنا فيها برضو ورجعنا على الحاجات القديمة في ايه تاني ممكن اعمله في حاجة تالتة بقى ودي اللي انا عايزين نعرفها برضو في امر افسد امر افسد بسهولة جدا تقدر تعمل بي نفس الشكل ده ازاي هنيجي هنا مسلا نرسم خط انا عملت الخط فتيجي حضرتك تدوس على الخط وتقول يا سولد انا عايز اعمل افسد طيب ماشي هيقولك انت عايز تعمل افسد على بعد 20 ملي لا انا عايز اعمل الافست على بعد كام 10 ملي من الناحيتين على الخط ده تمام فهندوس ونخلي البعد ده 10 10 ملي بس خلاص كده عمل للشكل بس قبل ما ادوس اوكي انا المفروض كنت تعمل حاجة مهمة المفروض كنت تخلي اللي في النص ده وكمان عايز اقفل الجنب ده عايز اقفل الناحية دي وعايز اقفل الناحية دي فهو هنا بيقول لك او انت عايز عايز تعمله طب لو انت عايز عايز تعمل الكاب اند ده ارك ولا عايز تعمله لاين لا انا عايز كاب اند وعايز اعمله ارك فهو خلاص هياخد لي ان الخط ده هيعمل له افسد في النحيتين وهيعمل للخطين دول هيعمل لهم كاب على شكل نص الكتر بتاعه برضو 10 نفس البعد ده تمام هو كده عمل نفس الشكل واعمل اللي برو فيو بتاعه خلاص انا عايز انت عايز الخط ده يفضل خط ولا عايزه سنتر لاين لا انا عايزه سنتر لاين عايزه كونستركشن لاين فهتدوس make based construction تمام؟ وهتدوس صح خلاص هو already رح عاملك مغير لك الشكل وخليلك ده بدل ما انت كنت رسمه line لا خليه لك center line لان انت دوس make based construction تمام؟ وعملك نفس الشكل وعملك ال cap end طيب يا بس انتبه انا عايز اكمل بقية الدايرة برضو بسهولة جدا بالارك متحددة بتلات نقطة نقطة المركز ودي نقطة ودي التاني نفس الكلام الناحية التاني نقطة ودي النقطة ودي التاني ودي التالت نقطة ودي النقطة ودي التالت تمام؟ hatte كده نفس الشكل هو تعمل بكزا طريقة طبعا ده يعني ده شكل dash b ده مش نفس الشكل خالص انا بس بعلمك ان احنا ممكن ننفذ نفس ال product بتاعي بنفذه بكزا طريقة ده اللي انا عايز اوصلك بس بيه فعشان كده جبت لك حاجة قريبة من الشكل اللي انا كنت عايز اعمله مش اكتر يعني ده الشكل اللي انا كنت عايز اعمله فجبت لك حاجة قريبة قلت لك ان احنا ممكن يطلب منك ان انت تعمل المنتج ده على فتيجي واحد يعمله بالطريقة الاولى ويجي واحد يعمله بالطريقة التانية ويجي واحد يعمله بالطريقة التالتة تمام وده اللي هيفرق من واحد للتاني الاسهل والاسرع هو ده اللي هيكون احسن ماشي وبكده نبقى خلصنا الفيديو السابع شوفكم المرة الجاية ان شاء الله سلام عليكم